ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لاجتماع الدوري للمجلس حيث أشهد رئيس المجلس والأعضاء بتأسيس كرسي باسم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة في جامعة لسبيانزا بروما بالجمهورية الإيطالية لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان وثمنا المجلس دعم جلالة الملك يحفظه الله لنشر هذه القيمة الإنسانية العالية كما أثنوا على الاتفاقيات التي أبرمت بين جامعة البحرين والجامعة الإيطالية على صعيد التعليم العالي وأكد المجلس على منح مزيد من التسهيلات لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية مع ضمان مراعاة استفائها لجميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي ولوائحه التنظيمية من أجل تجويد مخرجات هذه المؤسسات مشيدين ببرنامج التطوير المهني لأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي المحلية والذي تنفذه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حاليا بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عددا من القرارات من أهمها انطلاقا من حرص المجلس على تفعيل دور البحث العلمي والارتقاء بمكانة الجامعات العلمية قرر المجلس بأن تكلف الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتخصيص نسبة ثلاثة بالمئة من مجمل الإرادة السنوية للجامعات لأغراض البحث العلمي وإيمانا من المجلس بأهمية دعم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وضرورة الارتقاء بمستوياتهم الأكاديمية أكد المجلس على أن تقوم الأمانة العامة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي لتنفيذ التوصية الخاصة بهذا الجانب والمتمثلة في الالتزام بتخصيص 2% من مجمل إرادات الجامعة لأغراض تمهين أعضاء هيئة التدريس وبالنظر إلى أهمية الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي وما يشكله من ضمانة لاستدامة عمل الجامعة اعتمد المجلس توصية اللجنة المالية والإدارية ليكون الضمان المالي متناسبا مع الطاقة الاستيعابية للجامعة اشتركوا في القناة